المجالات ما أن يبدأ شهر رمضان حتى تبدأ القدوات التلفزيونية وخاصة الترفيهية منها بالتنافس على بث المسلسلات الدرامية والكوميدية والدينية السبب تحتمه طبيعة الشهر وطبيعة الدورة الاقتصادية للصناعة التلفزيونية الشهر هذا يمكن يساوي بحدود ما بين عشرة إلى السنة كلها لماذا؟ لأن المسلسلات الموجودة في رمضان مسلسلات قيمتها عالية جدا تصل إلى ما بين 65 إلى 70% من البجت الإعلاني الذي يجيك من الإعلانات في التلفزيون ماركي ولجذب المعلنين تنفق هذه القنوات معظم ميزانياتها السنوية لاستقطاب كبار الفنانين وتختلف طبيعة المعلنين ورسائلهم خلال هذا الشهر المعلنين الكبار بفترة رمضان شركة الاتصالات وعادة الرسائل الإعلانية تبعيتها بتكون إنسانية أكتر بتخص المجتمع أكتر البنوك نفس الشيء ما بيحكوا عن منتجات بيحكوا عن فضائل الشهر أهمية الشهر الرسائل الاجتماعية يعني الشخص هو من قياس الحب وتحظى البرامج الدينية بأهمية خاصة في شهر رمضان للمشاهدي والمعلني والقنوات على حد سواء أيضا مؤسسات إعلامية ومؤسسات اقتصادية إسلامية ودها تعلن في هذا ودها تعلن عن أنشطتها وأن دورها لكن ما تقدر تعلن لأسباب معينة خاصة فيها في البرامج اللي متعلقة في المسلسلات والتمثيليات ودقولك أبي برامج دينية أقدر أنشرها أما البرامج السياسية والإخبارية فلاحظ لها خلال هذا الشهر رغم تقيان الطابع الروحاني على هذا الشهر إلا أن ازدهار المسلسلات والبرامج الدرامية خلال هذا الشهر فتح الباب أمام المعلنين والتجار لزيارة أرباحهم سعد العنزي سكانيوز عربية الكويت كويت